ما نوع العون والمساعدة التي نقدمها للمنكوبين الذين أصيبوا بكارثة طبيعية أو أنهم يعيشون حالة حرب إن هذا يتوقف على مدى الآثار التي تعرض لها ذلك المجتمع معروف أن الكوارث لها آثار سريعة عاجلة كالخوف والقتل والقلق وهناك آثار طويلة المدى حيث هناك تفكك المجتمع النسيجي الاجتماعي والتفكك الأسري وغيرها نوع المساعدة التي نقدمها يتوافق مع حجم المصار كما نعلم هناك ما يسمى هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية قاعدة هذا الهرم تتحدث عن الحاجات الأساسية التي من دونها لا يمكن للإنسان أن يعيش كالطعام والشراب والحماية من الأحوال الجوية القاسية ثم يأتي في الطبقة الثانية في هرم ماسلو الأمن الشعور بالأمن والأمان فإذا أردنا أن نقدم المساعدة لأي مجتمع تعرض لكارثة أو حرب فعلينا أن نقوم بدراسة مبدئية لحجم هذا الأسر على هذا المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر